موسيقى هاي كيفكم حلقة جديدة اليوم فيها كتير اخبار اكتر شي الخبار هنا عن اطلاق المكنه الانتخابيه او مبعر شو عامل اطلاق وشي القوات وتخبست موسيقى سامير يعني حلقة ملياني عنه هتنبسته اكيد هتنبسته اكيد هلا في كتير اشيه شايفينا بس يعني عطريقتنا عطريقتي جو يلا جو تانية الماضي قوات موسيقى سامير قوات معراب اطلاقوا حملاته الانتخابيه ومثل كل طلي موسيقى سامير بتحفنا يعني متل ما تحفنا بمشكلة شي ابيض لبن وهواوي وهواو ونويو واتوم وما بعرف شو فقتنا بخبار اليوم مبارح مبارح غار من جبران باسيل ايه مخرج ايه مخرج سوريا حالك ايه بس غار من جبران باسيل انه كيف جبران باسيل بيعرف بالتقس انه قاله انه معقولكو تعمل الانتخابات بقدار قدار يحكون في تلج فقرر هو يحكي عن تلجي فارجيه انه انا بفهم تلج كمان شو باس جبران ايه حكيين بيفهم بالتلج كمان شو مفاكرين انتو شوفوا شوفوا شو قيل يعني بيعنهار الابيض مثل التلج والتلش فيه مثل الابيض والتلش فيه مثل الابيض مثل الابيض مشكل شو ابيض لبن والتلش ابيض ابيض مثل التلش حكيم شو قصتك انتو البيض شو قصتك انتو البيض شو قصتك انتو البيض فيش انتو البيض يعني شو مخرج لا مخرج لا مشكلش ابيض كوكايين لا فيكون بودرة للطيز شو عمطلت شو يعني يا الزامة لا مش حلو منك ما حبيتها رح قطشها حكيم هلأ لك أنا صراحة بعرف أنت شو مشكلتك مع البيض أنا عبر لك إيها يعني لك إيها أخوية خي أنت آخر مدة كتير عم بتبيض وجه مع السعودية فقه دع لسانك قصص البيض كل شي بتحكي فيه بيض 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 طبيض 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 صارت معروفة صارت معروفة قامت صحفية قامت صحفية قلت له للمسي سمير هل أسألت لك أسألت لك سؤال بالإنجليزي؟ أقول لك سألت لك سألت لك سؤال بالإنجليزي هل هم نظل هك راح وراح لعنده هكذا هكذا بوجه هكذا قولي تشوف قولي أنا مركز معك قولي هاي ما تسألت لك السؤال مرحباً بمشاركات الجنسية السؤال كان كتير هايا قلت له يا اخي كيف شو خطتك لتسرجاع الاموال المنهوبة قلت له انت قالت بالالفان وخمسة هو ما قال بالالفان وخمسة لان هو كان محبوس بالالفان وخمسة ما كان يقول انه قبل كان في احتلال خارجي هلا بدي حرر لازم نسقي صوته طي حرر الدولة من خاطفيها قلت له ان هن لبنانية فشو خطتك اه بكل سئة بكل سئة شوفوا شو قاله طبعا متطر جيوب بالعربي مطر تحكي عربي مطر ترت بالعربي ليه مطر ترت بالعربي طبعا ماليك امكن انا بقول مطر يرت بالعربي تا الشباب اللي قادين قدام ولا لغتل انجليزي شوية دعيفة هن عم بركوا على الخليجة هني اخره غيرونا عم برك على الامريكاني هن عم بركوا على خليجة فالغتل الانجليزية شوية دعيفة فبدوا يسمعهم الجواب بدوا يسمعهم الجواب يعني كيف بقولوا بدوا يطعميهم الجواب بالملعة هيكا بدوا يقولهم بالعربي كرميل يفهموا هم جوابهم هالجواب اكيد عم نواجه وضعية معقدة جدا بكتير نواحي بس بالوقت المطلوب راح نلاقي لكل عقدة الحال تبعا عن جد لما توصل للشغلة بتلاقيه لحال هيدي خطتك لك نحن بقلب الشغلة يعني الاموال منهوبة قريدي نحن نص دينا ما في معك مجال يعني والاحتلال يعني الاحتلال حزب اللهوي يعني نحن نحن تحت الاحتلال حزب اللهوي يعني اذا هول مش فكر فيهم يعني مش فكر بشي تنشيش قصك انت اقول انجليزي معصيب ايو بيو ما ايو بيو دكتور ما الدكتور سنتان ما سنتان هاتك يعني كنت قضيها بالكافيتيري هتلعب ليخة الليخة ما فيها انجليزي ليخة فيها عربية بين بستوني وقشة ديناري هيك ما فيها ديك انا بقول انا اكيد 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 انك كنت عم ترك على العربية شو مخرج ما عم برك على شوف 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 شوفي لا فرجيني فرجيني حطة حطة نعيدكم اننا سنعيد السكة والسيادة وان من اولى اهتماماتنا تحرير ودائعكم والاهم اننا سنعمل ليلة منهارا لاعادة الشباب الذين هاجروا قصرا الى اهاليهم حكيم هاجروا قصرا بالسين 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 مش بالسين بالسين مش بالسين مش بالساد قصرا لا انت اخذلك عقلك قصرك يا خيار اني لو اني لو قادروا قصرا كان تمام يعني نحطه بالعربي انه كنا بالتكليه انه بالعربي لا عربي طلع منك ولا انجليزي طلع منك ولا سياسي طلع منك ولا بناء حزب حزب طبيعي بطلع منك خي شو بعد شو بدنا خي شو طلع منك بقي بدي اقوله شو طلع منك ما خلصتهم ما خلصتهم شبابه بعد ما جاوب هاي الجواب ما عادوا اخدوه جد ونحن ناطرين اكتقلنا شو بدنا نعمل كيف بدنا نحيارب حزب الله كيف بدنا نكسر الاحتلال الايراني لحزب الله ولا لبنان اهم صاروا يتضحكوا صاروا هيدا ما مش ياخدينه جد عرفوه تري عرفوه حق وجه عرفوه حق وجه فاشوفوا شو صار يا اما الباقي من الحرية بيبقى منرجع سوا وطن الحريات هيا يا شباب وبيّنت الايام انه بكل مطرح الناس عطيوها هالوكالة اثبتت هالشي وكانت قدها سوفوا يتحكوا شوك مين ورا شباب اسكتوا اسكتوا ولوا يا شباب زهراء انتونت انتونت زهراء زهرة شوف مياه بيحكي أوطانات شوفينه مياه بيحكي اكتبيه ليه اسمعه التابلو زهرة انت اللي بتاع تقديك اسمعه التابلو أوطانات رحو تكبه بالحضل الخامس اخ 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 حكيم مش موفق مش موفق ستريدة ستريدة بالاحتفال كمان ما قابلت ما قابلت ستريدة بده الصرفة خلص تعبت مش عارفكم لابس كعب عالي انا بدي اقعد بدي اقعد بلش الاحتفال وبلش النشيد الوطني بتري صراحة مش قيلتلى انتوانات انتوانات مش قيلتلى انه احنا ما نحط النشيد كامل اه قلتلى بس ليك ترهين فكرة اول مقطع بس سوفوا شو صار موسيقى جدا اللي مش مشكلة بتصير بتصير عادي بتصير انه اوكي فكرت انه شيك طويه بالطلع الويد بدم ندافعه شبيب الويد اه اوكي فكرت انه شيك طوين خلص وزقفت وبدأ تقعد بتصير عجل بتصير أنا أيامة صايرة معي عم بمزحة ساكة هتهون عليك شوي بس وين المشكلة وين المشكلة شوفوا اللي حدا هي الليدر وإنه بيعاملوا مثله كيف كيف الغنم بيكون في راسك راس غنمي وين بيروح في الحقوق أكلنيا هذا نحكي شوي جد كمان انه ما فينا نظرنا هيك نجعدان على سامير هذا نحكي شوي جد شوفوا سامير شو عمل تويت وبالتالي بين هوا دي وهو ديك بين اللي فيهم وما بادن بين اللي بدن وما فيهم يبقى اللي بدن وفيهم نحن في القوات اللبنانية بدنا وفينا ايه فيكن واحد واحد شو مخرج لا يا خيام بقل لهم ايه ايه فيكن ايه ايه فيكن مش ازاي من تنيتك شو عاطلة ايه فيكن واحد واحد فيكن ايه هو فيكن بس ما بدكن شوفوا البوست الثاني انتم مدعوون في 15 ايار كيتأخذوا بسأركم في صناديق الاقتراع للدماء بشير وكمال وروني ورفيق وباسل وسامير وجورج وبران وبيير ووليد وانطوان ووثام ووثام ومحمد وهاجم والاقمان ولأوجاع مروان ومي وكل كافلت القضية والشهداء شو شهداء القضية لذين ساشهدوا ليبقى لبنان تعرف هولي هولي عدايتهم هو اللي ما بيطلعوا يمكن ربع اللي انت كيبيبهم بالحوض الخامس يعني هلأ صراحة مش يازم ينتخبوك كرمال رشيد وجوزاف ولياس وداني وعماد وشربل وجوزاف وقامل لحظة 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 جاء كل اهيل هالشهده اللي ميته من ورا حربك. وليزب ما ينتخبوك من ورا كل اهيل هالمصابين والمقعدين واللي عندهم اعاكات اللي صاروا من ورا ازايفك من ورا صوريخك من ورا قنيص شبابك. وكيف لك ان تحكي? عنا نمزح شوية يعني بس انه اللي بس انه هلقدوا اح? لأ بعد ناقص انتخبوك. بعد ناقص اهلك اسرواني ننسى انه دفنلهم فوق مدر كم برميل مواد كيميوية بالارض مسمم الدني كلها. بعد ناقص اهيل المتن ينسوا كيف كنت تسكن معبر نه الكرب ما تخلى العالم فوت على المنطقة. بعد ناقص كمان اهيلة تحت ساحل المتن ينسوا كيف عملت مشزرة نهر الموت. لو كيف وهم دون ينتخبوك? شوف فكرة حالة في عندك بس بشرة بيحبوك. يا زلمة. في عم بقلولي في مؤتمر للشيخ نديم. مننتقل لايف? لايف انا والشيخ نديم? ايوة ايوة. يلا مننتقل لايف. ومسيطر عليه. شو? شو مسيطر؟ ومسيطر عليه. شو مسيطر؟ كنت مقرر. شو؟ كنت عم ببحث. اي. شو؟ كنت عم ببحث. اي. عن امكانية. اوكي. خوض هيدا المعركة. اوكي. اي. بطرق. اوكي. شو بك. بعتذير. اوكي. تعتزرع عن شو؟ اوكي. شو؟ هينقطع الارسال. شيخ نديم في شي بدك تقوله يعني كنت مش قادر؟ وصل انطونات للكتائم؟ شو سير معكم؟ هيقول قولي بقلبك يا زلمة. افوقه. نديم. شو بتعوز؟ شو؟ شو بتحس؟ تعال عندي خبرني. مان؟ انا تبرني خيك. يور بادي. انا البادي تبقى يور كازن. البادي تبقى يور كازن يعني يور بادي. لا مان حرام. اول شي. اس بي. يعني هيدا سبونسر. يعني دافئ مساري تيحطوك. مان دافئ مساري على الفاضي. جعل. يا زلم حيي أو عارفه أمك. عارفه أمك أو بعزئ المصريات هايك. طب ما فيك هايك. ما فيك حبيبي ما فيك. مشكل مين الباباتة بقوله سياسة بيقدر يكون هو سياسة يعني اكبر اكبر مثل هو انت هو شو اسمه العزيز مجد بطرس حرب ايه مجد بطرس حرب نظيم هلأ في مرشح يعني عن جد صراحة الشيخ نديم دحق قدامه والله مرشح نازل بالضمنية تلع يقرأ خطاب خطاب اكيد انتوانيت كتبته مشكل مش لقيته على الكمبيوتر كتبته بخط ايده شوفوا شو صار طول عمرنا طول عمرنا ننتخب لغيرنا طول عمرنا ننتخب لغيرنا خليها المره نحن ننتخب لحولي لنلاقينا والولادنا استطعان امرخ اهلي بالمينية والضمنية كرميل مصلحة غيرنا مرت انتخبات كرميل وكرميل وغيردنا أهلا في المينية والضمنية ما حدا بيستاهل صوتكم من كل يلي كانوا اه اللي. عزيزي الشيخ سعد. اه لش ما بترجع انت شو هولي بترك لنا ايهن بالساحة. اه شو هيدي شو هيدي مخرج? بالساحة شو? انتخابية? ليش خطك هيك? شخ سعد بليز بليز كامباك بليز. مان هول لزين هول بدن بكرا يصيروا نواب ايه? لا ما فينا معاوضين احنا على ديما وعلى شو اسمه? ديما جمالي وهولي. لا لا فيه في فرق سوريا في فرق في فرق بارد للسماء. الله يسطر هيدا واحد. هيدا واحد من المساطر. شو جيينة بكرا? الله يسطر ما معرف ما معرف. في اخ ساعد بليز بعتزر منك انا باسم اللبنانية كلهم. بليز تعمل الله وايح. انا بحكي لك مع جبران بحكي نبيه. يمددوا يجلعوا مهلة يعملوا قانون يمددوا مهلة تقدم ترشيحك. بليز. نحن نحكي لنا ننتخبله اللي هلو نهلا بدأ ننتخبل لحالنا. هي عكسرواني بس. هاهاهاها. الاضي غادعون. اضي غادعون يعني الله يعطيك الف عافية. و الله يحميك. الله يحميك. مش عاليك اكتر من هيك. اضي غادعون حولت ملف فرنسا بانك للقاضية التانية سيت اسمها صراحة مهم وحكموا على فرنسا بانك الإغلاق بالشام الأحمر وإذا ما دفعوا لمودع سيروها على المزاد يلا فرنسا بانك للبيع 3 دولار مين بزيد 3 دولار 4 دولار مين بزيد 5 انت رقم 20 ادي 6 دولار مش هون الخبرية خبرية انه اهموا لقيامة اهموا لقيامة اهموا لقيامة اقل شو كيف كيف عم بتهز اقتصاد البلد قادي غادعون به القرار اه كيف كيف بتدقب البنوكة هلا بطل يدفعوا للعالم على اساس انه يعني عن جد عن جد قد ما عم بيدفعوا كنا نوقف الدور نحنا خاصة من فرنسا بانك والبهول كلهم يعني مش هون خاصة من فرنسا بانك كلهم يعني مش هواحد قدر اشطف من التاني كن نوقف الدور قد ما عم بوضعون لمصاري دقوا لنا صاروا يدقوا للعالم بليست اخدوا مصرياتكم نقول لهم لأ نحنا بنوسق فيكن خلون عندكم ما بدنا اياهم الهلاء زارت غادعون هي عم بتهز الاقتصاد وعم وعم تمنع المصاري قال شو عم تمنع المصاري عن المدعين ولك لك شو احين لك شو لك شو حسيلة لك شو واطين قلت اللي هو معقولة عم شو بدي يحكي الوحد وكشوفوا الاعلام يعني بعد فيه حضرتوا مرسال غاني اي بس انو التعبير الصفة بيكنت قلوة هي يعني بتدلع كل الصفات وكشوفوا انتو النهار لقيكم لقيكم النهار بشعرفكم لقيكم النهار شو شو عنوانت جرقة غير مسبوكة في تاريخ لبنان انا بلشت هون قلت واو طير قوية هول دعمين القاضي غادعون لقيكم شو كملو هل يعي المسؤولون حجم الكارثة الاقتصادية والنقضية التي ستحل على ما بقية من المصارف يعني ما عندهم كارثة اقتصادية ونقضية المصارف لك اذا ما عندهم يعطونا مصرياتنا الآياتهم دموزالات طوينة وطوينة مكتبة حاولين مصرياتهم هيا عبيعطوهم مصرياتهم ولهيا النهار عيش بنعيم يعني ما عم بتحسوا عدمكم بالنهار يعني ما عم بتسمعوا شو بدي أقلكم شو بدي أقلكم هيدا مثال عن إعلامنا المنحط يعني عن جد وحيط الله يرحمك يا جبران طوينة الله يرحمك يا غسان طوينة ليك لمين عملت ليك وين حطوك ديك النهار صار نعجة أيا ديك نعجة بسينة بسينة النهار عنا وزير تربية قلت لكم أنه عنا وزراء تربية ووزراء الصحة بنقون عالطبلية عالطبلية كل وزير كل وزير تربية بيجي يعني رزق الله عقيمك يا ليس بصعب هي كان من وراك فرضوا بس ايكم عن جد صراحة وزير تربية عنا بيهموا الأساتذة وبهموا المعلمين وبهموا المعلمات عن جد مش عم بمزح بهموا بهموا يعني عم بيجرب يعني بداو إجراء دبر له شغل خيما أنه عم بمزح لا 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 مش عم تسئل عليها عن جد عم بدبر له شغل يا خيشوف شو عطلع شو اسمه مذكرة شوف إعلان طلن وزار التربية والتعليم العالي بأن وزار التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة كطر باشرت باستقبال طلبات ترشيح الوظائف الإدارية والأكاديمية ذكور وإيناس للعام الدراسي 2022-2023 في المجالات التالية لغة الإنجليزية لغة الإنجليزية طفولة رياضيات العلوم العامة فيزياء كيمياء أحياء على الرغبين بتقديم طلباتهم والإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والمهل المحدد للاستقبال الطلبات وتعبقى الطلب توظيف أونلاين زيادة الموقع الإلكتروني التالي حاطين الموقع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبة ما المعقولة عامل إعلان أنت ماضي الوزير تالمعلمين والمعلمات يروحوا لبرة هنم مبسوطين يمكن ينبسطوا أكيد أنه كتر خيارك بس أنه خي أنت أخلاقية مش لازم تعملها يعني أطبة راحوا لبرة هنصير راحوا لبرة بعد في الأسازة هلا بدل ما تقعد تحصل لهم وضعهم وتشوف شوية تعمل مع المدارس عم بتقلهم تقدموا لبرة هيدا الويبسط تقدموا لبرة هيدا لازم يكلوك لازم يفللوك عامين محسوب هيدا عامين محسوب عوالي الجنبلات باقي يعني خلص باقي سوري باقي باقي ما راح تقول لك شي باقي بزقفولك تقول لك أنت عمي عمل إنساني كمان خلصت المهل الإنوني لترشح للانتخابات وفي هاك كم شغلة صارت وبينت منا أنه بهاء الحريرة ما ترشح باقي الحريرة الدافع مليين على الاس بي آي كرمال يفوت بالسياسة اللبنانية وحط إجرب البلد ما ترشح لا ما لا أنا بقول سعد مخلي إذنه شو اسمه البيمونه عسعد مخلوه يعني طاروا المصريات على الفاضي عندنا أربع سنين ألا لكم تذكروني بعد الانتخابات بعد الانتخابات وضع الاس بي آي يعني وضع اس بي آي هيك الاس بي آي المهمة يمكن تبقى أونلاين هيك بس أنه رايح خفف فصريات وبيرجع لها بعد أربع سنين على الانتخابات الجي بيرجع بشغل المكنات وبشغل الشو اسمه من الاشياء هالمرة المؤسفة انه الوزير سبق زياد بارود كمان أعلن انه هو ما رح يكون مرشح بالانتخابات النيابية ودير البكة والزعل مين زعل الشاخ فريد زعل ونعمة فريم زعل ومرشحين بكسروان زعلو وهيلي كسروان اللي عم بطالبوه هول اللي عم بطالبوه هني زيتهم رحوا صوت لفريد الخازن عند خيل وصوت لفريد الخازن وحطوا زياد بارود برا اعتخابات الماضية هلأ زعلنين على زياد بارود بتزعلين على زياد بارود صوتوه لقد ان لانكم تعرفوا ان العالم بتحبوا لازياد بارود فقلتوا يلا منفوت بالجاوبة، منفوت بالحملة، ما معاودين تعربوش. خلص، ما إجلي دي بقى أكمن. يلا باي، أشوفكم جمعة الجي. اشتركوا في القناة